لعبنا مع نيجيريا في الثمانيين، استرنا ثلاثة سفر في النهائي، نفس الملعب لعبنا معهم من سنة من بعد احنا هم تنين سفر في ارضية ميدان، ارضية ميدان اللي لعبنا هنا في الكامرون من احسن ارضية ربحنا بتنين سفر تمك، يعني الامور ما راهيش الا في هدي، اليوم رانا شفنا مباراة كود ديفوار ماصر في الميدان اللي لعبنا في حناية، ربحتنا في كود ديفوار، ماصر يعني كانت اليوم في مساواة عالي وين عادت كما يقولك، يعني من ناحية تنظيمية، نظام، ندفع البداني، من ناحية تقنية حتى صالح، ما صافش للظلة دياله ان الارضية ما سمحتلوش، ولكن كان يدافع، كان يخدم، كان عنده رغبة باش يربح المباراة هذي هما الامور اللي احنا اليوم رانا نسألو فيها، علش قلتلك النخب الوطني؟ هو اللي ادرب الامور يعني مئة بالمئة، واحد ما يقدر يمدلك يعني امر من خارجها، احنا وش رانا نشوفه؟ لقدرنا نعلقوا عليها بالطبع يعني رانا نشوفه جزائريين، كل واحد عنده الاختصاص داعه، أنا نتكلمك من ناحية التقنية، ناحية التقنية ماشي المنتخب الوطني اللي نعرفه، يعني خاصة من ناحية المعنوية، هذي الرغبة اللي كانت عنده، يعني ما كانش كانت في المستوى من ناحية البدانية، شفنا الفارق، يعني كانت تقريبا منهار، يعني ما قدرش يعني خاصة مع الكوديفور، يعني الحمد لله يعني اللي خرجت ثلاثة واحد ربما كانت النتيجة تكون تثقل من هدية، هذي الأمور، هذو ما الأمور التقنية اللي لازم إيسان يركز عليها، لأن اليوم منا على شهر ونصف ولا شوية زيادة، راح تلاعب في نفس الظروف، نفس الظروف، وهذا الظروف اللي لازم من تاليوم تتأغلب عليهم ما يمكن تغييره هو الجانب الفني، هو خيام